أهم تناولت الصحف من أخبار رياضية لنهار اليوم وبداية من يومية الشباك التي كتبت تقريرا مفصلا عن البرازيلي دانيلو قال فيه صاحب المقال أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيراز أخطأ كثيرا في استخدامه فاللعب عجز عن تقديم أي إضافة لنادي الملكي بل كان على العكس نقطة ضعف واضع ثغرة بالنسبة المتنفسين وأضاف صاحب المقالة المدرب الفني لريال زيندين زيدان ارتكب أول هفوة في مشواره التدريبي مع الفريق عندما اعتمد على دانيلو في المباراة التي تعادل فيها ريال بهدف كل شبكة أمام ريال بيتيس ونقرأ في نفسي اليومية تشيلسي لن يتنازل عن نجمه البرجيكي إيدن هازارد مقابل أقل من 105 مليون يورو لفريق ريال مدريد في الفترة المقبلة يأتي هذا بعد أن أطار اللاعب عجب المدير الفني زيندين زيدان وبات دخول نادي الملكي في مفاوضات مع البلوز أمرا منطقيا بعدما أبدأ اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني يومية الشباك نقلت عن صحيفة راقزيتا ديلو سبورت الإيطالية ما يصنعه نجمي المنتخب الأرجنتيني في الكلتشو وتحديدا اسمي باولو ديبالا في صفوف جيفنتيوس وغوانزالو إيقويين في صفوف نابولي والذان يصنعان الحدد في العالم أجمع بتألقهما اللافت من أسبوعين لآخر فالأول ارتفع سعره إلى مئة مليون يورو فيما قفز سعرتان إلى أربع وتسعين مليون يورو يومية كومبيتيسون ناطقة بلغتها الفرنسية افتتحت صدر صفحتها الأولى بعنوان عريض ما فده أن مدرب اتحاد العاصمة ميلود حمدي يستفز شبيبة القبائل من خلال إعلانها في الندوة الصحفية التي نشطها أمس أن شبيبة ستكون أول ضحية لأبناء سستارة سنة 2016 بعد تعادلين أمام كل من نصر حسين دايوة وفق ستيف كما أشرت اليومية من خلال نقلها لندوة الصحفية أن حمدي واثق من إمكانيات لعبيه في مواصلة نتائج الإيجابية وتفادي ثاني سقوط له في البطولة هذا الموسم منذ 16 مباراة يومية لوبيتورغ الناطقة هي الأخرى بلغتها الفرنسية نشرت في صفحتها رقم 20 إلى الحوار حوار مدرب أمل أربع خالدوزن سيكد من خلاله أن فريقه سيتنقل إلى غلزان من أجل العودة بنتيجة إيجابية ولن يرضى إلى الارتداء ثوب الضحية كما يعتقد البعض مؤكدا أنه توصل إلى بعض الحلول التي قد تمكنه من الفوز بأول لقاء خارج الديار وتحقيق الاستفاقة التي يحلم بها أنصار الفريق هذا الموسم المليء بالمشاكل بالنسبة لهم